بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهد التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ حمد وليد ربنا يحفظه ويبارك فيه فلو انت عندك اعتراف خطير حسب ان احنا نعرضه في هذه السلسلة اتواصل معانا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة ما قرناش منه قبل كده لمؤلف مشهور جدا جدا يعتبر من اشهر الكتاب في مجال الباترولوجي وتاريخ الكنيسة وآباء الكنيسة وعكامة الكتاب لمؤرخ الكورسي الأنطاقي الدكتور أسد رستم بعنوان آباء الكنيسة القرون الثلاثة الأولى طبعة منشورات النور في الصفحة رقم 139 في سياق كلامه عن آباء القرن الثالث بيتكلم عن أوريجانوس الإسكندالي اشهر آباء القرن الثالث الميلادي طبعا احنا تكلمنا عن أوريجانوس كثيرا جدا لأنه من أهم آباء ما قبل نقيا ولأنه من آباء القرن الثالث وأقرب الآباء لخلاص عصر المجامع ومجمع نقيا سنة 325 مهم جدا نحنا نطلع على كتابات أوريجانوس علشان بيوضح بيه ملادع مجالا للشك أنه وصولا إلى القرن الثالث الميلادي كان فيه خلل واضح جدا عند الآباء فيه تصورهم للثالوث أو بالأحرى أن تصور الآباء للثالوث ما كانش لسه تطور وتبلور لنفس العقيدة اللي عليها آباء عصر المجامع أثناسيوس الرسولي وكريلوس الإسكندري البابا أليكزندروس والناس دي قلنا قبل كده أن أوريجانوس كان متأثرا بشدة بالأفلاطونية وموضوع الساب أوردينيشنزم التدني والرتب في الألوهيل لكن هنا بقى فيه ملمح تكلم عنه أوريجانوس أيضا في أكتر من كتاب ملمح أنه بيتكلم عن الآب والابن ويقول صراحة أنهم إلهين إلهين إله وإله إلهين ولم يتكلم عن الأب والابن وروح القدس وغالبا أصلا اعتقاده في روح القدس أن روح القدس مخلوق الابن هو اللي خلقه وعملنا فيديو عن الموضوع ده لما جاه يفسر نص إنجيل يوحنى عن الابن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فقال لك إيه ده كل شيء به كان بس أكيد الأب مش من ضمن كل شيء بس الروح القدس من ضمن كل شيء يبقى روح القدس مخلوق فواضح جدا إن التصور أوريجانوس بقى مش ثلوث لا ده ثنائي الأب والإبن وما كانش عنده أي مشكلة إنه يقول إنهم إلهين مش إله واحد هنا أسد روستم بيشير إلى الحوار مع هيراكليدوس حوار أوريجانوس مع هيراكليدوس فهنا أسد روستم بيقول إن في القرنين الثاني والثالث كان فيه جماعة من الآباء عرفوا بالمونارخيين مونوارخي مونارخيين مبدأ واحد هو طبعا فكرة مونوارخي أو المونارخيين المبدأ ده في حد ذاته آباء عصر المجامع بيقبلوه فبيقولوا إن فيه مبدأ واحد للثالوث وعلى واحدة للثالوث اللي هو الآب لكن الفرق بقى إن المونارخيين دول بيأكدوا وحدانية الله بمعنى إن الله أقنم واحد مش ثلاثة وكان ليهم بقى أكتر من تصور لكن الآباء خلي بالك هنا أسد روستم بيتكلم عن آباء عرفوا بالمونارخيين آباء يعني تبع الكنيسة عرفوا بالمونارخيين طيب هم تبع الكنيسة يعني بيؤمنوا بالأب والإبن وروح القدس طب إيه بقى المونارخيين دول إن الآب هو نفسه الإبن وخلي بالك هنا ما كانش فيه كلام كتير عن الروح القدس وقالوا هي تروح القدس لكن الكلام في الأساس عن الأب والإبن وخلي بالك برضو النقطة دي للأسف هو ظاهر العهد الجديد تجد نصوص كثيرة بتتكلم عن الأب والإبن الأب والإبن لكن نادرا ما فيه أب وابن وروح قدس نصوص قليلة جدا بتجمع من بين التلاتة فيبقى إيه بقى تصور المونارخيين فيما يخص الأب والإبن قالك أكدوا وحدانية الله وزعم بعضهم أن يسوع كان إلها في أن روح الله خل عليه ده تصور يعني يسوع مش هو الله الذي نذل من السماء وعشر أرض كإنسان لا ده كان إنسان ربنا حل فيه حاجة كده أشبه بعقيلة نسطور لكن المهم في النهاية إن احنا بنتكلم عن الله واحد طيب وقال آخرون منهم أن الله ظهر بمظاهر مختلفة ولكنه ظل واحدا وبالتالي فليس في الثالوث سوى مظاهر مختلفة للإله الواحد يعني الأب هو نفسه الإبن هو نفسه الروح القدس ودي مجرد مظاهر لله إن الآب خلق السموات والأرض في وقت ما الآب بنزل وعاش على الأرض كإنسان فبقى هو الإبن وبعدين اتصلب ومات وأمل أمواته وطلع تاني للسماء وفي وقت ما حل على التلاميذ في اليوم الخمسين كل دول مين نفس ذات الشخص والأوكنوم قالك إن البدعة دي شاعد لغاية ما وصلت لواحد من الآباء أنقذه منها أوريجانوس وبعدين وصلت لحد تاني اللي هو هيراكليدوس ده فخصل ما بينه وما بين أوريجانوس نقاش بسبب هذا النقاش أوريجانوس قدر يقنع هيراكليدوس بالحق والصواب في المسألة والله العظيم الحوار ده من أخطر ما يكون قالك هنا دونه كتاب أوريجانوس النقاش ده دونه كتاب أوريجانوس وانتشر هذا النقاش ثم ضاع نصه وظل ضائعا حتى سنة 1941 حينك تشفت نسخة منه في طرى مصر تعود إلى أواخر القرن السادس وإليك نهاية الحوار قال أوريجانوس أليس الآب الله أجاب هيراكليدوس نعم ما حدش يقدر يعترض على ده؟ طيب قال أوريجانوس أليس الإبن كائنا غير الآب؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآب ليس هو الإبن ده أقنوم وده أقنوم ده شخص وده شخص ده كائن وده كائن الكلام ده حق ولا لأ حق وصدق لو قلنا ان الابن ده هو المسيح المسيح ليس هو الله ليس هو الآب المسيح ليس هو الآب كلمة الآب شيلها وحط مكانها الله المسيح كائن غير الله الآب ده ثابت بالعقل والمنطق ونصوص الكتاب مقدس وكل حاجة هراقليدوس رد على السؤال قال له ايه؟ سؤال استنكان كيف يكونوا ابنا وابا في وقت واحد يعني كلامك اكيد صح الابن كائن غير الاب كيف يكونوا ابنا وابا في نفس الوقت او في وقت واحد في عندك اب وفي عندك ابن وده غير ده فبما ان يسوع هو الابن فالابن ده غير الاب ماينفعش يبقى ابن واب في نفس الوقت يأم يبقى اب يأم يبقى ابن ده فيما يخص الاب والابن طيب ماشي قالك بقى قال أوريجانوس أليس الإبن الذي هو غير الأبي الله ذاته إيه ده تقصد إيه يقصد الإبن هو الله ذاته الجملة دي عديها زي ما هو كده ماشي خلي بالك احنا علقنا على النقطة دي أكتر من مرة وقلنا أباء ما قبل نقية في بعضهم كان عندهم تصور وحدة الجوهر خصوصا ما بين الأب والإبن لكن مع ذلك ما كانش عندهم بعض اللوازم والتبعات اللي أباء عصر مجامع كانوا بيلتزموها فأوريجانوس كان بيؤمن بالرتب في الألوهية رغم إن عنده كلام مفاده وحدة الجوهر ما بين الأب والإبن ده مش موضوعنا دلوقتي أوريجانوس بيقول أليس الإبن الذي هو غير الآب الله ذاته الراجل قال لك موافق هو أيضا الله نفسه طيب لغاية دلوقتي وصلنا لغاية فين؟ الآب هو الله الإبن كائن آخر غير الآب الإبن هو كمان الله اللي هو المقصد يعني إن الاثنين من نفس الجوهر طيب بمتاز المسيحي حاليا هيقبل إن الآب هو الله هيقبل إن الإبن كائن غير الآب هيقبل إن الإبن اللي هو غير الآب هو الله يبقى إحنا بنفهم الله بمعنى إيه؟ الجوهر الإلهي؟ آه طيب يبقى في وحدة جوهر ما بين الأب والإبن عشان كده نقدر نقول إن الأب هو الله والإبن هو الله لكن الأب غير الإبن والإبن غير الآب الإبن كائن آخر غير الآب كويس قوي شوف بقى أوريجانوس بيفجر تعبير النصارى ما بقوش بيستخدمون نهائيا قالك ألا يصبح إلهين واحدا إيه؟ ألا يصبح إلهين واحدا الراجل قال له نعم فرح أوريجانوس قال نعترفه بالتالي بإلهين أجاب هيراكليدوس نعم ولكن القدرة واحدة فيكون الطرفان قد اتفق على القول بإلهين وبقدرة واحدة أو بتعبير القرن الرابع فيما بعد بأقنومين وجوهر واحد أقنومين جوهر واحد يعني إلهين وقدرة واحدة أقنومين يعني إلهين ثلاث أقنيم يعني ثلاث آلهة بس ده باصطلاح أوريجانوس وأوريجانوس يتكلم بهذا ولا يتنزل في كلامه هو نص على الكلام ده أصلا أكتر من مرة في أماكن تانية فكرة أن الأب والابن بمثابة إلهين هو ما عندوش مشكلة وده خسب تصوره حق وصدق أنت بتعبد اتنين ده غير ده يبقى أنت مؤمن بإلهين تعترفوا بالتالي بإلهين بس هنا بقى سدرستم بيحطك رزع التورطة القول بإلهين هو نفس تعبير أقنومين وخلي بالك أقنومين جوهر واحد إلهين جوهر واحد القول بأقنومين يساوي القول بإلهين القول بثلاثة أقنيم يساوي القول بثلاثة آلهة الاقتباس ده من أهم ما يمكن لو فيه نصارى بيقوله إن الله أقنوم واحد يبقى دول بيقوله بإله واحد نصارى بيقوله بأقنومين يبقى دول نصارى بيقوله بإلهين نصارى بيقوله بثلاثة أقنيم يبقى نصارى بيقوله بثلاثة آلهة ويبقى كده النصارى بيعبوده تلاتة شاكل جدا للأخ حمد وليد ربنا أحفظه وببارك فيه على هذا الاختباس الرائع لو حاز هذا الفيديو على أعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته